التصوير هو عالم واسع ففي هذه الأيام نحن نعمل على أن نصور كل شيء وأن نخلد الذكريات بالصور نراها بعد سنين ونتذكر تفاصيلها للحديث والتعرف على مسيرة النجاح بمجال التصوير نرحب بالمصورة موظف ديلي من الطيرة المثلث أهلا ومرحبا فيك مرحبا بداية حابين تعرفين على حالك موظف ديلي من الطيرة المثلث مصورة خلينا نبلش من الأول أنا شغفة منذ الصغر هو التصوير وعالمي خلينا نحكي بحب الفن كثير بحب الفن بس تخصصت خلينا نحكي أكثر إشي بحبي للكميرات بالتصوير خلف الكواليس عادة يعني أنا اليوم قدام الكاميرا يعني هايش شوي موترة يمكن بس هيك لابد من الرهب الأولى لهذا اللقاء اللقاء متى كانت أول كاميرا حملتيها وحاولت تصور فيها كيف كانت اللقطة أو الحوار اللي صار وقت محملتيها لهذه الكاميرا واو أول كاميرا هذا يوم لا ينتسع حرفيا لا ينتسع كنت يمكن صف ثالث كان عنا كاميرا في البيت اللي هي الكاميرا العائلية خلينا نحكي اللي هي توثق كل لحظاتنا طلع هان طلع هناك أبوي اللي كان يحملها يصورنا أنا كونت دائما وين ما أشوف أبوي حمل الكاميرا أحكي له يا أبو أعطيني أصور يا أبو أبدي أتصور أو من هاي الكلمات فوصلت لمرحلة إنه بدهم يعطوني الكاميرا إلي تصير الكاميرا لموادة أنا في هذا اليوم كيفت يعني الشعور كان لا يوصف إن موادة إذا تحمل الكاميرا لحالها بدون ما يكون في حدا جنبها يحكيلها إنه لا أهان ولأ أهان أخذت الكاميرا بتذكر إمي حكاتلي وقتها إنه موادة ما تلعبش فيها حاليا ما تصورش فيها لحد ما ننكل كل إشي فيها مشان ما تمحيش كل إشي فيها مرة واحدة حكيت لها أنا إنه كيف تدي أحذف كل إشي بضغطة زر؟ حكيت هاي الجملي وخلص بعد روحيته خلص أركنت علي جا ما تقولي وأخذت الكاميرا ليلتها من كثر الحماس وضلتني كل الليلة أصور وأستنى حتى بشروك الشمس يطلع أصور أي شيء ورد الشمس يعني مع إضاءة النهار وكل هاي الشغلات صورت 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 وأنا قاعد أتفرج على النتائج الرهيب اللي مودة طلعتها في ياد الكوميرا كنت أحذف الصور اللي مش عجبتني وأنا أحذف بالصور اللي مش عجبتني حذفت كل الصور بقى كانت هذيك يعني يومها صدمي لأيلي إنه مودة ما حذفت كل إشي إنه هس أنا خايفي كيف بدي أحكي لأمي إنه أنا ما حذفت كل إشي بعدم هي حكت لي إنه ديري بالك وأنا حكت لها إنه لا أكيف بدي يصير هيك إشي بس مع ذلك حذفت كل إشي وأكثر كان زعلي وزعلي في هذيك الليلة إني حذفت لقطاتي الهيئيلي في الكوميرا اللي أنا كنت أحبها وهيك كانت البداية حذفنا كل إشي بس دائما لكل نهاية بداية خلينا نحكي وهذي كانت نهاية البداية بمفع نهاية البداية اللي بعدها أنت بلشت وخدت هاي التجارب صحيح هي يعني كانت المسيرة خلينا نحكي بداية المسيرة وبعدها تطورنا في كل مرحلة وإلها قصتها أكد رح نحكي عن كصص كل مرحلة فعلا وأنت بكت أول مرة مودة حملت فيها كاميرا احترافية كاميرا احترافية الأول كاميرا احترافية اللي هي DSLR حملتها مع بداية الثانوية ما قبلها كنت على التلفون طب بعد هاي الكاميرا اللي وأنا صغيرة هاي خلص تعرف من ناحية جودة وهي شغلات هي مش رح تخدمني فإحنا أصلاً تطورنا في عالم الهواتف وصار فيه في كل هاتف اليوم كاميرا اللي هي بنفع تطلع فيها صور لأنه بالنهاية الصورة هي أنت اللي بتحسي لما أنت تصوريها أنت بتأخذ الزاوية اللي أنت بتحبيها اللي أنت شايفتيها مناسبة بطريقة ثانية عن كيف الناس بتشوف يعني كل حدا بشوف الصورة بطريقته يمكن أنا أشوف صورة معينة أنت تفسريها بشكل وأنا أفسرها بشكل لا وأنا أنظر لنظرة وأنت تنظري لنظرة فلا أنا بلشت أقول إشي بالتلفون وكان كل بداياتي في التلفون أصور الوريد أصور إحنا العالي والأيات أشي بصورة اللي أنا بحبها وقت ما قررت أني لازم أتطور بدي إشي احترافي طبعا بعد مسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت خاصة اخترت الكاميرا اللي بدي إياها لحالي برضو ما كانش كنت مستغلي الفرص اللي كانت موجودة عندي الفرص اللي كانت موجودة عندي وعندي لكل هي موجودة اليوم اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بحد ذاته هو بين إيدينا بس مع الأسف مش الكل بشوف هاي الفرص قدامه فلا أنا استغلتها كفرصة وكنت كل إشي بدي إياه كأي أسئلة ألكيها فيه ومنها أنا عرفت أي كاميرا أختار لأنه أصلا حتى لما أنا بلاشت أدور على شو الكاميرا اللي بدي أجيبها اكتشفت أنه لا مش زي ما أنا مفكري أن التصوير واو فيه عدسات لحال فيه كاميرات لحال فيه لكل كاميرا سلسلة معينة انتي لازم تختار الكاميرا حسب احتياجك انتي شو بديك تصوري هل انتي رايحة مثلا على تصوير لاندي سكيبي وهو طبيعة ولا تصوير أكل ولا تصوير ناس على هذا الأساس انتي بتختاري كل تفصيلي في الكاميرا فلا أنا لما فتت وبلاشت أبحث وقتها اكتشفت أن هذا عالم كبير جدا ومليء مليء بالمعلومات ليس مثل ما أنا شايفته في كاميرتي التلفون فجبت الكاميرا كانت كاميرا احترافية موش ما بلاشتش في الكاميرا اللي هي خلينا نحكي فيه أنا كنت مكسمتها في عكل أن هنهن هنهن ثلاث مستويات فيه المستوى الأول هو أقل إشي اللي فيها إشي اللي هو بسيط جدا الوسط اللي هو الاحترافي بسعر كليل وبنفس الوقت هي بتطلع لك نتائج مثل الكاميرا الاحترافي اللي أعلى منها بكثير فأنا رحت على الوسط بسبب برضو خلينا نحكي بلاشت بأقل الإمكانيات وقتها لما جبت أول كاميرا بأقل الإمكانيات من ناحية مادية خلينا نحكي وحتى وقتها أنا لما رحت اشتريت أول كاميرا برضو كان فيه مساعدي من الأهل وطبعا هم الدعمين الأولين لكل المشوار يعني خلينا نحكي فاخترتها وحملتها وبلشت أصور فيها التصوير بالنسبة إليك هو موهب والشغب بأي نقطة أو مرحلة أنت قررت تحول هذا الشغب لمهني؟ وأنت بلشت أحوله لمهني لما أنا أول إشي أنا وقت ما اخترت إني أجيب هاي الكاميرا أنا كنت عارفة إني أنا بدي أسير أصور فيها وكنت حاطة إني بدي أصور لو كمجال وهو جانبي بحياتي وأنا بعدني بالثانوية كان هيك القرار الأول يخلينا نحكي بلشت فيها بعد ما بلشت أصور كل شيء مثلا في المدرسة في رحلة بالمدرسة ما أود تستحب الكاميرا معها في مناسبة في المدرسة يوم التراث يوم رياضي يوم بعرفش إيش ما أود الكاميرا بتكون معها عيد ميلاد صاحبتي عيد ميلاد بنت صف عيد ميلاد بعرفش مين تعالي أنا بصورك اليوم كنت ألتغي لكم الفرصة وفي نفس الوقت هاي النتائج اللي بطليحة كنت أنشرها عندي على مواقع التواصل الاجتماعي وشفت تفاعل الناس وكديش حبوه وأنا وقتها قررت إنه لأ بدي أبلش هاسه مع إني في هذيك الفترات مش كثير كنت أخذ خلينا نحكي آراء اللي بشوفوا الصوار لأنه احتمال يكون هم بس بيجامله كنت عارفة هاي النقطة فلا أنا كنت أشوف مثلا شغلات اللي هي يمكن مش في المستوى اللي أنا بديها بس مع ذلك كنت أنزله لأنه حاليا أنا هاي اللي بقدر أعمله كنت أنزل بس أنا كنت عارفة حتى مع كل التشجيع وكل مودة رائعة وبجنن وكل مرة بتبدع وبعرف إيش من هاي الكلمات بس أنا كنت عارفة إنه ورا هاي الكلمات حتى لهم مش شايفين أنا بنفع أكدم أكثر وأكثر وهيك وهيك بلشت وحولت هاي الموهبة لعمل صحيح أنت كمودة بلشت بأقل الإمكانيات ووقت ما رح تشاريتي كاميرا مثل ما حكيت كانت بأقل الإمكانيات اللي حتى أهلك ساعدوك بس برضو مع وجود كاميرا بإمكانيات قليلة قدرت تتعلمي وتتدربي إذن الإمكانيات إحنا بنصنعها مش بتصنعنا طبعا بهاي النقطة وزبط شو بتحكي للناس اللي بتفكر إنه إلغالي أحسن طبعا طبعا الإمكانيات إحنا اللي بنصنعها كثير أشخاص اللي دايما بيحطوا خلينا نحكي السبب على الظروف اللي هم فيها بس لا انت في الظرف اللي انت فيه انت عايش في هاي البيئة خلص انت مع الواقع بنفعش نجمل الواقع بنفس الوقت عايش في الواقع اللي انت فيه اتماشى معه شو بنفع انت تكدم شو انت بتقدر تطور طور لا مش لازم يتبلش في أعلى إشي وما حدا بيبلش بأعلى إشي بنفعش نطلع السلم مرة واحدة درجة درجة انت رح تحس بالنتيجة رح تحس بالفرق حتى لو على مدار خلينا نحكي فترات متباعدة أو فترات كريبة انت رح تشوف الفرق رح تشوفيه فلا بل شو بأكل الإمكانيات رح توصلوا إذا انتوا عندكم الشغف وعندكم الحب رح توصلوا إضافة لكلمة الشغف اللي هي أنا كانت في هذيك الفترة بالنسبة إلي هي الواو أنا عندي شغف أنا بحب أعمله بحب أحب بس بكثير محلات انت رح تواجهي انه أنا هن بقدرش أستعمل الشغف انت مثلا احتمال توكعي احتمال ايات حدث يصير بحياتك في هذه اللحظة بالضبط بهاي اللحظة انت بتكرر إذا انت بنفع تكملي أو تلغي كل مسيرتك اللي بلشت فيها فبرضو إنه بنفع احنا نصير ونعمل مش بس من الشغف الانضباط الانضباط والاستمراري نعم الانضباط والاستمراري نعم الانضباط والاستمراري توصلنا لأماكن للشغف لوحده مش راح هيوصلنا صحيح انت كمان لما بلشت بمجال التصوير كنت بالمدرسة ووقتها كنت بالمدرسة الثانوية اللي فيها امتحانات مجرود اللي بتاعدلنا مستقبلنا وكبير اشياء كيف قدرت بهذه الفترة توازنة بين التصوير اللي هو حبك وموهبتك وبان المدرسة اللي هي اشيء اساسي بحياة اي طالب ثانوية التصوير والامتحانات وكل ضغط المدرسة انا كنت في تخصص اللي هو عالي ومش يعني كنت كثير ادرس انا من الطلاب اللي لما يكون في امتحان انا بقعد وبدرس بظل قاعدة على المكتبة مش حيالة بكرة شغلتين ثلاث وبركن عحالي لا ولا مرة كنت اركن عحالي من الشخصيات اللي كثير بكعد اقرأ فلهذا السبب خلينا نحكي في اوقات معينة انا ما يبطل معي وقت اني اوازي بين الشغلتين بس وصلت لمرحلة انه لا انا بنفع عوازي بين الشغلتين اني احدد انا ايامي وانت مثلا علي امتحانات وانت علي شغلات اللي هي مهمة مهمة كابلها بيومين مثلا مستحيل اني استقبل ولا يجلس لانه انا في ايدي انا وانت اشتغل وانت ما اشتغلش فهي كانت برضه ميزة لاني بلشت لحالي وبشكل خاص بشغلي انا لحالي تحت اسمي كانت برضه هاي ميزة لاني انا وانت ما بدي باشتغل وانت بدي باشتغلش فكنت انا وانت ما شايف انه في مجال اني استقبل جلسات فكنت استقبل وانت لأ لأ يعني ولا مرة في كل مرحلة ثانوية ولا مرة التصوير اثر على دراستي ولا مرة لانك عرفت كيف توازن بالزبط وكنت مجبورة كمان انا بنفعش اني اطلع من الثانوية مثلا بدون البقروت بنفعش انا وخصوصا اني داخلي على تخصص عالي اللي بده كثير كراي بده كثير كاعدة الرياضيات والفيزياء هاي كلياتها شغلات اللي هي بدها تقودي بس تحلي بس تحلي بس تحلي فبنفعش انه بدي شغلي عنشا بالزبط في كثير ناس بتعرفش انه بالوقت اللي اغلب العالم وقفت انت كفصت قفز نوعية انا بحكي عن فترة الكورونا ماذا عملت عشان تقفز هذه القفزة؟ فترة الكورونا واو استغلتها كثير استغلتها كثير في الوقت اللي هي تعتبر من اسوأ الفترات على هذا العالم انا قررت اني لا طب ها احنا هان مثل ما حكيت بالاول عيش الواقع بنفعش تجمله انا بالواقع احنا هسا استغلت انه احنا مش في المدارس كل اشي نتعلمه في البيت الدرس الفترات الاستراحة بين الدروس انا كنت استغلها اضل على المواقع التواصل الاجتماعي او على الانترنت وادخل على المحلات اللي انا كنت اتعلم منها او اقرر اني اخذ اياتا اشي منها كنت افوت واستغل واقرأ واسمع لاني فهمت وقتها اني انا مش داخلي بس كمصورة اللي انا بدا روح اصور ناس واروح لا انا فيتي على علم البيزنس بنفس الوقت يعني بنفعش تلغي انك بس تحكي انا مصورة لا انتي فيتي على انا فيتي على علم اللي هو جدا كبير اللي مش الكل يعني خالف الكواليس بعرفه كل ما اطعمك اكثر بلاك انه فيه كثير شغلات انا بعرفهاش في هذا الوقت ففعلا فترة الكورونا كانت واو كانت عن جدي قفز نوعية في مسيرتي يمكن مش الكل شاف بس انا كما وده معلوماتي وكل اشي في هذيك الفترة اتطورت كثير انو كان معي وقت اكثر اني احط كما انطقات في محلات ثانية واستكشف اشوف عن هذا العالم بشكل عن عالم الكاميرات الحال وعن عالم البزنس الحال كيف مودة المصورين عرفت؟ كيف انعرفت؟ طبعا لا غنى عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنت انا كل الوقت مفكرها انو مواقع التواصل الاجتماعي انتي نزل فيها خلي الناس تحبك والمتابعين بصيروا اكثر وفي نفس الوقت كل ما يزيدوا المتابعين بزيدوا خلينا نحكي الزبائن لاي مهنة خاصة اليك تصوير او في اياتها مجال في ارضنا يعني بس الكفز النوعي او كيف مودة عرفت؟ خلينا نحكي هاي البوم الاولى كانت اول عيد عملت زوايا للتصوير عندنا في البيت اللي هي كانت زوايا مؤقتة فقط لأسبوع العيد عملتها وبلشت اعلم وطبعا غير الصعبات اللي خلف الكواليس انو هل رح انجح هل مش رح انجح كيف الناس رح تحب الاشي كيف الناس رح تتقبل كيف رح يكون حتى الناس رح تيجي بالعدد خلينا نحكي كيف رح اصور بالمقابل اني حطيت على الزوايا مش شوي وقتها وقتها انا فتت انا كنت فايتي وانا عارف احتمال ما انجحش احتمال انجح بحال ما انجحتش انا رح اخوت بالضبط يعني مش رح ازعال على كل شكل خلينا نحكي لانا حطيته في هذاك المشروع في وقتها يعني انا ما كانش معي اشي خلينا نحكي كانت اول بداية يعني من اوقات التصوير دخلت اعلنت بلشت اعلن هانو هناك في الطريقة الاعلانية الخاصة اللي انا اصلا اليوم بضحك عليها خلينا نحكي عن اول اعلان عمل بس وقتها انا اتوقعت اني انجح بس متوقعتش لهذهك الدرجة وقتها يعني اول يوم العيد ضلت من الصبح للليل جلسي ورا جلسي جلسي ورا جلسي الناس انا يعني خلص دشرت كل الاعلان لان كونت خلينا نحكي وقتها انا المصورة المعلنة المنصقة كل الافكار من عند مودة الترتيب التزيين الالوان الاضاءة تحسب حساب الشمس وهي نازل المغرب الظهر العسر كل هاي الشغلات ملان 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 افكار في راسي اللي بحاول ارتبها ميشان ينجح هذا اليوم فعلا نجح وكان الاشي من ثم لثم خلينا نحكي هذه الدعاية كانت وقتها انه عيالي اجا تصورت حبت الصور حكت انا تصورت عند مودة وكل البلد خلينا نحكي حسيت انها اجت يعني على كد مصورت حسيت انه كل البلد اجت عند مودة تصورت يومها ومن هذاك الوقت اكثر انعرفت مين مودة وش بتعمل مودة وش هي اكثر الجلسات اللي بتحب تشتغليها اكثر الجلسات اللي بحب اول ايش انا كل اشي بعمله بحبه كل تصوير معين انا بخوضه انا بحبه بس من اكثر الجلسات خلينا نحكي اللي بحيث فيها دائما فيها اكشن ولهذا السبب انا بحبها هي جلسات تصوير العرسان نوف العرسان كما يسمى يعني لانه دائما في عندك زوك جديد قصة حب جديدة ناس كل واحد عكل وانتي بدك تفوتيهم بالجو اول ما تفوتي على التصوير اول لقاء بينك وبين خاصة العريس اللي هو اغلب الاحيان اللي هو دائما اللي هو اللي مستح الخجلان اللي بدوش يتصور بس بعدها هو اللي بتصور اكثر من العروس عشان تبكي عارفي فدائما فيه مغامرات جديدة بتصوير النوف وبالعكس عندي انا بالضبط ليه بحبه بزيادة لانه ما فيهش ولا نوف بشبهه ثاني مع انه مثلا خلينا نحكي بروح على نفس المحل بس مع كل ناس بتطلع الصورة غير غير ولا حدا بطلع نفس الصورة ولا جلسة تطلع نفس الجلسة لانه فيه ارواح ثانية افكار ثانية ضحكة ثانية كل اشي تاني بالضبط مودة انت دايما بتعود زباينك وجمهورك على التجديد بالافكار وبالمجالات شو جديد هاي السنة؟ جديد هاي السنة اولا خلينا اوضح لك انه انا شو بعمل قبل ما احكي جديد هاي السنة اكثر متركزة في مجال تصوير النوف للعرسان ضيم حاجات الاعياد ميلاد وهي الشغلات وبرضو بس طحب اصحاب المصالح التجارية في انه عملهم المقاطع خلينا نحكي المقاطع الاعلانية القصيرة وايضا التصوير لمصالحهم وهي السنة بسبب دائما في مين يسأل انه مودة هل بتصوري صهرات مودة صورينا صهرات مودة عملينا كذا كوني دائما مش مع الفكرة اني ادخل مجال الصهرات مشان بدي اركز بموضوع واحد بس دخلت مجال الصهرات هاي السنة في قصة في ماذا القصة؟ القصة انه بشكل اللي هو مش جدا وسيع فقط لصهرات الصبايا وفي مجموعة بنات احنا راح نكبر هاي السنة راح نصير مجموعة بنات اكبر ونكدم اكثر صهرات دخولك عالم الاعراس راح تكون خطبة كبيرة كثير شو التحديات اللي راح تكون حسب رايك وليش العروس راح تختار ما وانتا؟ تحديات، فيه كثير تحديات خلينا نحكي بشكل مختصر بسبب الوقت يعني انه انت بدي كذ كل اشي كل افكار كل اشي انت دكترات بيها للعروس تكدميها للعروس اللي خلف الكواليس من ناحية كاميرات صوت اضاءة في كل قاعة في كل حفلة اللي هي مختلفة فعنا دائما في كل صهر راح يكون عنا تحدي جديد احنا اشتغلنا حفلتين قبل ما نعلن عن انه راح نخوض هذا المسار بالضبط وكل تجربة فيهن كان فيها قصة اللي برضه مش راح تنتسى اللي هي البداية بس مع ذلك الحمد لله طلعنا بنتائج اللي هي جدا مبهرة خلينا نحكي والناس حبت اصحاب العروس يعني اللي شافوا ان شاء الله قريبا رايح اعلن عن انه راح ينبلش باسم جديد اصلا راح يكون اسم خاص لهذه الشركة خلينا نحكي والعرايس ليش يختاروا مودة يمكن او اذا هن بحبوا مثلا لانه احنا بنقعد معها بنسمع منها اضكت تفاصيل بعروسها شو عاملي بالعروس كيف بدها تفوت بدها تتصور وين انتا قبل السهرة بعد السهرة اذا فيه شغلات هي بتحب انها تتركز عليها كل التفاصيل هي حاب تحكيها او انا برضه اضيف لها على معلوماتها بنجمع مع بعض بنجمع افكارها مع بعض ومنطلع بالسهرة اللي هي بدها اياها واكثر ان شاء الله ان شاء الله مودة اللي موجودة الان امامي شو بتكون لها مودة اللي لما حملت كاميرا اول مرة ما ستكون فيها واو مودة استمري انا بقدر فقط هيك رح يتكون لها هال هو في كثير نصيحة ممكن في كثير شو احكي لما وده في كثير بس رح اختصر انه شو ما صار شو ما صار باي مجال باي قصة كملة تستسلميش تستسلميش النجاح بجيش بالساهل واكيد في ملان استغناءات اللي انت كنت تستغني عنها بمقابل هذا النجاح شو هاي الاستغناءات وهالي بتندمي اني كنت تستغني؟ طبعا دائما دائما في اشي محل اشي بيجي بدك تنجحي مش سهل مش سهل بس برضو مش صعب يعني مش اش اللي هو مش تحيل بدك تستغني عن كتير شغلات يعني انا عن نفسي ومش ندماني خين اجاوب قبل ما احكي شو الاشي اما مثلا اوكاة المدرسة تعرف هاي طلعات الخميس طلعات الخميس المعروفة عند كل جيل الصغير انه طلعة الخميس هاي تكون مقدسة خميس يعني طلعة هاي مكنتش موجودة عند مودة وما زالت مش موجودة عند مودة طلعة هان طلعة هناك اللي انا عارف انه بدي اطلع مش رح استفيد منها اشي انما تضيع الى الوقت كنت انا اعتبرها فلا مش رح اطلعها انا بالوقت اللي خلينا نحكي اللي خلينا نحكي البنات جيلي اللي هني كاعدات وخلينا نحكي بحكين هانو هناك ومن كينيون لكنيون لا مودة كانت تفضل انها تضلها في البيت اتكمل تشتغل على هدافها تطورهم مشان تقدر في المستقبل تقعد زي ما بدها مودة وين بتشوفي حالك كمان خمس سنين كمان خمس سنين واو خمس سنين مش شوي في كثير افكار مثل ما حكيت اللي قبل شوي اني رح ابلش في اسم جديد اللي بعدني ما اعلنتش عنه خلال هاي الايام القريب ان شاء الله رح يتم الاعلان عنه خلال خمس سنين ان شاء الله رح يكون هذا الاسم الجديد رح يطلع بتمنى انه يكون هو اكثر معروف وتكون شركة اللي هي محطة خلال نحكي في مشاريع هان وهناك وفي هذا المجال ان شاء الله دايما بتكوني ناجحة و بتوصل الى اللي بدك اياه نصيحة حاب تحكيها لمتابعين قناة هلا نصيحة بحكيها لمتابعين قناة هلا كمان مرة لا تستسلموا رح ارجع احكي انه ما تستسلموا وشو ما يصير بنفع انكم تكملوا في اللحظة اللي انتو بتحسوا فيها انكم مش كادريا بالضبط هاي اللحظة اللي بتحددلكم اذا انتو رح تنجحوا ولا رح تلغوا كل المسيرة فبل شو شو بتحبوا اعملوا ما تخلوش اياتا صدى من حواليكم يؤثر عليكم بانه لا بتقدريش او انه لا هذا مش اشي مناسب خلينا نحكي او غير العادي لانه مثلا المصار اللي انا دخلته هو بالنسبة للمجتمع هو مصار غير عادي لانه انت مفروض بعد ما تخلصي ثانوية المفروض رح تعمل لبسي خمتري وتبلش تختار الموضوع البيديكية وتفوتي على الجامعة فلا انا حاليا لا انفي وجود الجامعة طبعا بس بالوقت الحالي الموضوع تحب تصور الموضوع بالنسبة لها لما تطلع تصور بالنسبة لها هي منطقة هروب ومش عمل هو متعب مش سهل جدا جدا متعب لما انتي بدك تطلع وكل اشي يصير فوق تتافك خلينا نحكي مش سهل بس بعد ما تشوف النتائج رح تحبي لانك انت بتحبي مش رح اندم نهائي نهائي فاعملوا اللي بتحبوه ما تخلوش ولا اي اشي يؤثر عليكم المصورة موظف دلي من مدينة الطير المثلث نتمنى لك دوام النجاح والتقدم وان شاء الله دايما بتكوني لامعة بمجالك وبمجالات اللي انتي بتحبيها شكرا لكم مع استضافتكم الجميلة نعم